اشتركوا في القناة وتحسين ربط المملكة بوصفها بوابة إلى العالم بالأسواق الإقليمية والدولية وقال معالي لقد أصبحت مهمة خلق بيئة مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية والحفاظ على هذه الميزة التي تتمتع بها البحرين منذ تأسيس الدولة الحديثة واحدة من الأولويات التي تحظى بدعم القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وحكومته المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى تفضل معالي برعاية حفل الافتتاح الرسمي الذي جرى في منطقة البحرين العالمية للأستثمار لمقر شركة مولير الشرق الأوسط ومصنعها المتخصص في صناعة الأنابيب النحاسية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وبهذه المناسبة عرب معاليه عن سعادته بأن تتخذ هذه الشركة أن تتخذ البحرين مقرا ومنطلقا لعمالها للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من حزمة التسهيلات والمزايا التنافسية المقدمة محليا كجهزية البنية التحتية في منطقة البحرين العالمية للأستثمار وقربها من المنافذ البرية والجوية والبحرية لتساهم مولير بالتالي في تنشيط صادرات القطاع الصناعي التي تمثل حاليا ما نسبته 20% من الناتج المحلي العجمالية وأضاف معاليه قائلا إن تواجد شركة مولير في البحرين بوصفها شركة عالمية متخصصة في مجال فريد يشكل دعما قويا ورافدا معززا للقطاع الصناعي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في المرحلة الحالية لتتأكد بذلك نجاعة برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 على المدى البعيد والتي تهدف جميعها إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطنية وخلال الحفلة ألقى سيد جيريك كريستوفر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لصناعة مولر كلمة أكد فيها أن الشركة تريد تحقيق أهدافها المرجوة في توفير خدمة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأسيس مصنع في قلب دول مجلس التعاون من جانبه قال سعادة سيد جاسن سيبريل سفير الولايات المتحدة لدى البحرين خلال الحفلة إن هذا المشروع المشترك بين المساهمين في البحرين والولايات المتحدة يعكس مدى قوة الشراكة التجارية بين البلدين ونتطلع إلى عدد أكبر من المشاريع المشتركة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الزهار في كلا البلدين يعتبر الحدث الأبرز والأول من نوعه في المنطقة المصنع المتخصص في صناعة الأنابيب النحاسية تم تلشينه في بيئة مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية تلك التي تتمتع بها البحرين منذ تأسيس الدولة الحديثة المساهمون في هذا المشروع التنموي عملوا بكل جهد لافتتاح هذا المصنع ليصبح اليوم القلب النابض بدول الخليج العربية إذ من المتوقع أن تنتعش خلالها صادرات القطاع الصناعي التي تمثل حالياً ما نسبته حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي شرفنا بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلسة وزراء رئيس مجلسة دارة ممتلكات مصنع ميلر وهو مصنع جديد في البحرين ممتلكات نجحت أن تستقطب المصنع هذه الصناعة في البحرين وحيط عم المساهمين بتقريباً ثلث المساهمة في المشروع هذه هذه المصنع سوف ينتج من قضبان النحاس حقاً استخدامات التكييف في البحرين والمنطقة الخليجي العربي توقع أننا ممكن نستهلك نصف إنتاجنا في البحرين ثلث الإنتاج في البحرين والبقية يصدر دول مجلس تعاون الخليجي والمنطقة طبعاً الاستثمار هذه سوف يخلق 200 وظيفة عمل وسوف يكون الطاقة الإنتاجية 244 ألف طن متري من نحاس الألمنيوم ليستخدام في إنتاج تبريد الهواء حزمة من التسهيلات والمزايا مقدمة لهذا المصنع كجاهزية البنية التحتية وقربها من المنافذ البرية والجوية والبحرية فضلاً عن توفير أنواع الدعم كافة للشركات الاستثمارية الأجنبية مصنع عبارة عن مصنع يصنع نبيب النحاس وبطاقة تقريباً 21 ألف طن في السنة مصنع عبارة عن صناعة تحويلية التي تساهم بخلق فرص للعمل في البحرين وتساهم بخلق صناعات أخرى في البحرين فالحمد لله لدينا خطوة جبارة ممتازة ونحن سعيدين جداً في الاستثمار مشاريع تنموية وحضرية إسهامات اقتصادية نوعية كلها تحظى بدعم مباشر من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ما يؤكد السير المنتظم في برنامج عمل الحكومة ومواكبة رؤية البحرين الاقتصادية 2030